أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مبدولي أن الرئيس عبدالفتح السيسي وجه بالعمل على واضح حلول مستدامة لمشكلة طرعة الإسماعيلية وفروعها وذلك بما يسهم في انتظام منظومة الريء مع تأكيد على ضرورة التعامل مع المخالفات والسحب الجائر للمياه منها واستعرض رئيس الوزراء موقف المنظومة المائية في طرعة الإسماعيلية التي تمت الإشارة إلى أنها تتغذى مباشرة من نهر النيل وتخدم زماما زراعيا كبيرا في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية كما أنها تعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في محافظات القليوبية وبرسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء وعدد من المدن الجديدة